موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة من كلام بيروت ثلاثة عنوين بارزة تصدرت الصحف الصادر اليوم الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس سعد الحريري لحاضرة الفاتيكان ملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان الاستراتيجية التي ستعتمدها ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيال ايران الى جانب الشأن الانتخابي والاقتصادي هذه العنوين نتابعها مباشرة على الهواء في حلقة اليوم من كلام بيروت مع مفاوض الاعلام في الحزب التقدم الاشتراكي الاستاذ رامي الريس استاذ رامي اهلا وسهلا فيك شكرا لك صباح واشتقنا لك احنا كمان شكرا لك منرحب فيك ورح نبدأ الحلقة بكاريكاتير اليوم لحسن بلايبل بالدايلي ستار رسم الرئيس الامريكي يرتدي سطرة كتبة عليها بالانجليزية انا احب الثقافة ترجم الى العربي وذلك بعد ابتعاد الولايات المتحدة الامريكية او انسحابة من المنظمة العالمية للثقافة الونسكو يعني ليست المرة الاولى على كالحالة التي تقدم فيها الادارات الامريكية المتعاقبة ادل لإضافيه وإضافيه على انحيازة دائم لإسرائيل سواء على مستوى السياسي الخارجي حيال منطقة شر الأوسط او من خلال خطواتك التي اتخذت امس في الونسكو وواضح انه حتى اصلا مع الادارة الامريكية الحالية ثم التراجع كبير في الحفاظ على المرتكزات الاساسية بالسياسة الخارجية الامريكية التي تاريخيا حافظت على دور متقدم لامريكا في قيادة العالم وربما احد مؤشرات او اشكال هذا التراجع الموقف المزمع اعلانه فيما تعلق بملف ايران النووي الذي قد يكون له تداعيات في غاية الخطورة على المستوى الدولي ككل انا اتحدث عن هذا الموضوع طبعا ومنظمة للناسكو احد المسؤولين فيها اعتبر ان انسحاب الولايات المتحدة هو خسارة على كل حال بطبيعة الحال لانه في دور فاعل وفي وزن وثقل سياسي ومعنوي كبير تمثل الولايات المتحدة سواء اتفقنا مع سياسات الخارجية حيال شرق الاوسط ام لن نتفق بنهاية المطاف الواقعية السياسية تفترض القول بان امريكا لاعب دولي اول على المستوى العالم ككل وانسحابه من اي منظمة دولية يضعف فكرة العمل الدولي المشترك تجاه القضايا العالمية ولبنان ولبنان احدى ابرز هذه المؤسسات ولبنان ما كان عنده حدود ايضا بالمنظمة كانت المراشحة ذيرة خوري بتصور الادارة السيئة لهذا الملف من البدايات وعدم تبني ترشيح الدكتور سلامي مع التقدير للسيدة خوري ما في شي ضده بطبيعة الحال ولكن ربما الان اصبحت المسألة خلفنا ربما دكتور غسان سلام اليوم اصبح مبعوث للمتحدة الى ليبيا ولكن ربما لو اتيح لتبني ترشيحه رسميا من قبل لبنان كان ممكن مع بعض الاتصالات الدولية والديبلوماسية ان يكون هناك ثمت حظوظ اكبر للبنان للأسف لم يتم هذا الامر وعلى كل حال كان فيه ثلاث مرشحين عرب اذا مني غلطان من مصر وقطر ولبنان وفرنسا وبالتالي لم تتم ادارة هذه المعركة كما يجب نعم قبل ما نفوت بك للتفاصيل وهون عم نحكي ثقافة جامعات هون سؤال يمكن الموضوع يؤجل ولكن خير نطرحه هلأ لماذا خلفيات قرار الحزب التقدم الاشتراكي بالانسحاب من الانتخابات الطالبية بكل الجامعات اللبنانية عيه انه يعني المنظمة تشاب التقدم اصدرت بيان واضح في هذا المجال وبعد ما خرجت الكثير من الانتخابات الطلابية عن المعايير التي يفترض ان تستند لها اي انتخابات طلابية في الجامعات لناحية توضع الاعتبارات الاكاديمية الاعتبارات مصلحة الطلاب في هذه الجامعة قبل الاستفافات السياسية والطائفية عند اذن اتخذ القرار على المستوى القيادة بالانسحاب من هذا الموضوع وهي تشكل رسالة احتجاج او صرخة لكل القوى السياسية والمنظمات الطلابية الاخرى ان نذهب في اتجاه مقارب جديد للانتخابات الطلابية لاعادة احياء الديمقراطية الجامعية بشكل على اسس سليم لانه الانكاسات السلبية لتطييف الانتخابات الطلابية او لوضعه في اطار الخلافات السياسية والاستفافات السياسية الراهنة يضرب اسس الحياة الديمقراطية في الجامعات ويؤدي الى تأسيس اجيال جديدة ترتكز بتفكيره على الفكر الطائفي والنهج الطائفي وهذا الشي اللي احنا عم نجرب ناضل بعكسه وبالتالي عندما ننخرط في هذه اللعبة بهذا الشكل نكون كمان يعني يقدم شهادة زور في هذا الاتجاه هي صرخة كبيرة في هذا المشكل ولكن بالانسحاب عم تتخلوا عن دوركم عن حضوركم لا مش عم نتخلى بتصور بالاخر المنظمات المنظمة تشاب تقدمي عندها حضور قوي في عدد كبير من الجامعات ربما هناك جامعات حضورة قد يكون اقل في لعدد من الاعتبارات ولكن ايضا مقاطعة الانتخابات هي حق ديمقراطي وهي صرخة احتجاج مثل ما سبق وذكرت ونأمل ان تصل هذه الرسالة علنا نستطيع من خلال هذه الخطوة ان نبدأ باتجاه تأسيس منح جديد للعمل الطلابي في لبنان خليني احط اشارة البعض غمز انه يمكن في نوع من الاحراج لدى الحزب التقدم الاشتراكي من خلال تحالفاته بالسياسة والتحالفات اللي تحصل بالجامعات وبالتالي ربما في جانب منه مش دقيق الكلام لسبب بسيط انه نحن حتى بالانتخابات النقابية وعندنا مفوضية الخرجين وجمعية الخرجين التقدمين اللي بتابعوا هذا الملف دائما كنا نضع مصلحة النقابات بمعزل عن الاستخافات السياسية وحصل بكتير من الانتخابات والاستحقاقات الديمقراطية النقابية ان نسجنا تحالفات مغايرة للتحالفات السياسية في بعض المحلات ذهبنا في اتجاه يعني الانحياز إلى قوى نقابية ديمقراطية وإلى أسماء من المناضلين بعيدا عن كل الاستفافات السياسية بعطيك مثل بنقابة المعلمين على سبيل المثال تكتلت كل القوى السياسية في لائحة لدعم النقيب الحالي نحن كان موقفنا واضح بدعم النقيب السابق نعمي محفوظ ورفعنا شعار واضح إعادة النقابات للنقابيين بمعنى لا تذهب الأحزاب رغم حقية يعني أعضاء النقابات من الحزبيين أن يميرسوا دورهم بطبيعة الحال ضمن النقابات ولكن أن لا تذهب الأحزاب إلى درجة مصادرة العمل النقابي ومصادرة القرار النقابي المستقل لأنه أيضا البلد النقاش الاقتصادي بالبلد والوضع الاجتماعي بالبلد أيضا بحاجة لحركة نقابية مستقلة تمتلك هامش من الحرية ويعني حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي كي لا يتم تدجين إذا صح التعبير العمل النقابي كما حصل في حقبة الوصائق السورية بعتقد وضح الموقف جليا بالعودة لمن كما ذكرنا بالمقدم الرئيس الحريري بروما نعم ويزور حاضرة الفاتيكان يلتقي البابا والكلام اليوم حول موضوع الاعتدال وهذه العلاقة مع الكرسي الرسولي وطبعا وضعت الزيارة بإطار جولات الرئيس الحريري لدعم موقف لبنان في جدة المجالات وبالتالي بروما هناك والفاتيكان قد تكون مختلفة هذه المحطة صحيح الرئيس الحريري يبزل جهد بإعادة نسج علاقات لبنان الخارجية التي تتعرض للأسف في الكثير من المحطات لتشوهات بسبب خلاف اللبنانيين على مرتكزات ضرورية في السياسة الخارجية اللبنانية ولكن أتصور زيارة الفاتيكان قد تكون مختلفة لبعض الشيء ولها رمزية معينة ودللات معينة وبتذكرني بزيارات اللي كاني أم فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الفاتيكان بعدة مرات بتصور زار وهذا الخطاب الاعتدالي الذي نحن بحاجة جدا له وللحفاظ عليه ولتطويره وأتصور يعني الرئيس الحريري يمثل هذا الخط الاعتدالي وصورة التي تجمعه مع قدسة البابا طبعا مهمة ولها دلالة الإيجابية بصورة لنائب وليد جنبلاط أيضا بأحد شوارع بيروت تحت شعار يصافح البابا وتحت شعار موضوع الاعتدال صحيح وحصل يعني زيارة لنائب وليد جنبلاط مع تيمور جنبلاط وعدد المسؤولين الحزب إلى الفاتيكان من بضعة أشهر وحصل لقاءات مع مسؤولي الفاتيكان ولقاء أيضا مع البابا فرانسيس ونحن أيضا نتابع باهتمام شديد مواقف قديسة البابا لأنه يعبر عن رؤية إصلاحية أيضا داخل الكنيسة ويعبر عن موقف معتادل جدا حيالي كثير من القضايا الدولية ونحن بحاجة لهذا الصوت المعتادل يعني جاء بصحيفة المستقبل أنه حكت كما ذكرت زيارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتقول أنه تثبيت العلاقة المميزة بين الحاضر الأكبر من نوع لمسيحي العالم ولبنان المثال الأبرز للعيش المشترك والرسالة المشرفة لقيم العتدال والحوار ونبض التطرف والغلو صحيح صحيح لأنه نحن يمكن لبنانيا ما عم نقدر كفاية أهمية الصيغة اللبنانية القائمة على الشراكة والتعددية والتنوى وما عم نقدر كفاية كيف بدنا نحافظ على هذه الصيغة ونحميها من أن تنزلق إلى المزيد أو أن تعود إلى تكريس النهج الطائفي والمذهبي بالبلد وهي دا يعني بين مزدوجين بتصور المسار يلي ماشي فيه الأمور بالبلد فتنا على موضوع تاني بس كتير مهم طبعا منه مفيد على الإطلاق ليس هناك مصلحة للعهد وليس هناك مصلحة لكل ما يسمى المجتمع السياسي اللبناني أن نمارس هذا النوع من المنطق المذهبي الطائفي الذي يعيد فرز الاستفافات السياسية اللبنانية لمرحلة يعني ما بدي نفهم كلمة غلط عم باختار الكلمات حتى ما يسائل فهم لمرحلة مقابل الحرب بحيث كان هناك استفاف طائفي بالبلد أدى إلى انفجار ما في مكان ما مش عم بهول أبدا حتى مش دغري هلأ يطلع مين يرد علينا ولكن ازداد ولكن مش عم بهول إنه عم نروح على عنف أو على حرب لا مش هذا المطلوب ولا هذا المقصود الكلام واضح إنه استمرار استحضار الخطاب الطائفي والمذهبي في الأداء السياسي يلي عم نشهده بها الأيام يلي بتصور ما حدا بقدر ينكره ما حدا من اللبنانيين إلا ما عم بيلبسه كل يوم غير مفيد على الإطلاق لا لتحسين الاستقرار الداخلي ولا لحماية صيغة التعددية والتنوع ولا لتثبيت اتفاق الطائف اللي كلنا متمسكين فيه يلي إجا حكي عن مناصفة من دون تربيح جميلة إذا صح التعبير حكي عن مناصفة بين مسلمين ومسحيين بمعزل عن الأعداد الديمغرافية وبالتالي لابد من إشارة بهذا المجال لمن يمارس هذا أو من يعيد استحضار هذا الخطاب الطائفي والمذهبي أن نعود إلى المرتكزات الأساسية اللي أجمعنا عليها كلبنانيين في اتفاق الطائف وأصبح مستورا ربما يأتي لقائك لمنصوفي هذا الإطار بالموضوع الوفاق والتوافق والاستقرار وذكرت بتصريح لحضرتك أنه بعيد عن الموضوع الطائفي رح تتاول موضوع لقائك لمنصوفي لكن بالزيارات أيضا صحيفة الجمهورية تقول أنه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سيتوجه للكويت قريبا بعدما أرجأ زيارته إلى تهران التي كانت منتظرة الشهر الجاري لموعد لاحق وطبعا أيضا زيارات رئيس الجمهورية سوى الدول العربية أو الخارجية وإخيرا فرنسا كان هذا التواصل معه على كل حال دول خليج أتصور هناك علاقات وثيقة تاريخيا مع لبنان تتعرض بهذه المرحلة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى اهتزازات التصورية غير مفيدة لا في مصلحة لبنان ولا مصلحة لبنانيين ولا في مصلحة أي طرف آخر الكويت بالتحديد العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين لبناني والكويتي وقوف الكويت التاريخي إلى جانب لبنان في السياسي والاقتصاد المساعي الحثيثي التي بذل أمير الكويت حاليا كمان كان بذكر كان وزير خارجي لما أنشئت اللجنة السوداسية اللي بتذكر قبل اللجنة السوداسية اللي تولد عنها اتفاق الطائف كان فيه لجنة السوداسية برعاية الكويت بشكل أساسي وعقدت اجتماعات لألة في الكويت غير القمة الروحية يعني نستحضر مرحلة قبل اتفاق الطائف بس في كتير من المحطات التي كانت الكويت تقف إلى جانب لبنان فيها بالإضافة طبعا إلى دعم الإنماء في لبنان والمستشفات الحكومية والمشاريع الإنمائية وبالتالي أي تواصل رسمي لبناني على مستوى رفيع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لإعادة نسج هذه العلاقات ووضعها في إطارها الصحيح وفي نصابها الصحيح أتصور يصد في نصحة البلدان منطقة الجبل طبعا لكويت هناك صحيح هناك واضح المعالم هذه ما تخدموا الكويت صحيح هناك نتمنى على الإخوة الكويتيين كمان أنه يرجعوا إلى لبنان لأنه عندهم أملاك في لبنان وعندهم منازل في لبنان ومثل ما عم بقول فيه علاقة طيبة جدا تربط الشعبين مع بعضهم البعض إلى جانب ما ذكرته صحيفة النهار عن زيارة الرئيس الحريري إلى الفاتيكان كانت تركيز بالعنوان على موضوع الانتخابات النيابية يلي هناك إشارات وكما كتب أنه وضعت على المسار لإجراء هذه الانتخابات بموعدها كان لافت من موضوع الآلية وموضوع تخصيص 70 مليار ليرة لبنانية على موضوع لوجستي للانتخابات النيابية الوزير نهاد المشنوق حكي أنه في خطة بان بيقترحها كحل وسط بموضوع التسجيل المسبق أو يعني بدل بطاقم مغنطة وموضوع يلي بده بعد التعديل انتخاب هوية وإخراج جواز السفر ما قاله الوزير إحمادي الانتخابات الأغلى في العالم وعد وضح موقفه مش أنه قام الوزير المشنوق في اعتراض على الألية يعني أنا بتصور بعيدا عن التقنيات يلي أحيانا نغرق فيها كلبنانيين وحتى السياسيين والعالميين اللي عم بيتابعوه مش دائما بيقدروا يتابعوا بيقدرها كافية يعني كل التفاصيل التقنية خصوصا هالأنون الغريب عجيب يلي توصلنا له بعض مخاض عسيره على شفير الهاوي قبل قبل دقائق ومعنا غيره وبتصور هذه صفحة نطوت وبدنا نروح على الانتخابات أنا بتصور من ناحية السياسية هو الأهم يعني وضع حد للكلام المتداول بالبلد عن نغمة معينة لتأجيل الانتخابات أو لعدم إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب أتصور هذا استحقاق ديمقراطي شعبي يحق للبنانيين أن يعبروا عن وجهة نظرهم أن يذهبوا إلى سندق الاقتراع بعد انقطاع من سنة 2009 لغاية اليوم بمعزل عن حسابات الربح والاخسارة لهذا الحزب أو ذاك ونحن أيضا نضمنه وبالتالي أتصور يعني الأبرز ومسؤولية السلطة التنفيذية وزارة الداخلية وكل الأجهزة المختصة أن تتب اتجاه العمل على أساس أن الانتخابات ستحصل في موعدها وأي تأخير لهذا الأمر لا يصب على الإطلاق في مصلحة في مصلحة اللبنانية المؤشرات من موضوع تخصيص الاعتمادات موضوع تشكيل هيئة الإشراف وموضوع الحكي عن الأشياء العملية بالانتخابات فعلا مؤشرات أنه خلاص ولا شعبيا للتفكير بتأجيل هذه الانتخابات مرة أخرى الرئيس عون قال مبارح أنه طمن البنانيين انتخابات ستحصل بموعدها وأنه في نهوض والتغيير قاتم بعد هذه الانتخابات لأنه هو فعلا هو مفصل الرئيس بري كمان كان حكي الرئيس بري قال إلا صار زلزان إلا صار إن شاء الله ما يصير زلزان الرئيس بري بموضوع الانتخابات كل حكيت عن موضوع خطاب طائفي وغيره هو خلفية دخول إلى هذا الاستحقاء أكيد مرتبط بشكل أو بآخر على كل حال يعني الأجدر في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات أن إذا بدك تفهم موقف أي طرف سياسي أن تحلله من زاوية إنعكاسه على الانتخابات بس كمان أنا بتصور في مسؤولية سياسية خصوصا على الأطراف السياسية الفاعلة أنه يعني تحشيد الخطاب الطائفي أو تعزيز الخطاب الطائفي والغرائزي حتى لو كان ربما بمكان معين وهذا مؤسف لأن هذا بدل كمان أيضا على انسياق جزء من الشعب اللبناني لهذا الخطاب وهذا مؤشر خطير ولكن حتى لو كان يؤدي في مكان معين إلى تحقيق مكاسب في بعض المقاعد النيابية ولكن هو يضر بفهمنا المشترك يفترض أنه نبني كالبنانيين للعيش الواحد فيما بيننا ويعزز التباعد على الأسس الطائفية والمذهبية كان في كلام وبعد يقال مش موضوع داخلي قد يعرق الانتخابات سيزر في أخوري بالأنوار ليس بالضرورة التمديد بسبب وجود خطر بل اختراع خطر للذهاب بالخيار إلى التمديد المقرر لأنه حول ما يجري في المنطقة التهديدات الإسرائيلية للبنان موضوع الإيراني الأمريكي ربما فيه خلط للأوراق يؤثر علينا بالداخل حتى لو كان هذا الاستقاق دستوري وديمطا تحية لأستاذنا أستاذ رفيق خوري ولكن لا شك أنه بالآخر حجم التحديات الإقليمية المتزايدة واضح أنه يأخذ وطيرة متصاعدة على كثير من المستوى سواء ضغوطات الأمريكية على حزب الله على لبنان بشكل أو بآخر تدهور العلاقات الأمريكية الإيرانية وكيف يمكن لهذا التدهور أن ينفجر في مكان ما وفي أي ساحة نأمل أن لا تكون الساحة اللبنانية بطبيعة الحال موضوع يعني إعادة الكلام عن عدوان إسرائيلي محتمل وهو خيار للأسف يعني إسرائيل منا بعيدة عنه بأي لحظة من اللحظات يعني أنا ما عندي معلومات دقيقة ولكن التجربة التاريخية مع إسرائيل بتأكد أنه هي قد لا تتوانى عن القيام بهذا العمل في أي وقت بوجود يعني رئيس عبر وجود ترامب لأنه في أولويات صحيح ولأنه يعني فيه انحياز أمريكي واضح لإسرائيل بدأ مع الإدارة الحالية واضح من خلال اختيار السفير الأمريكي إلى إسرائيل الذي معروف بانحيازه الأعمال وبالتالي كل هاي المؤشرات تؤدي إلى استنتاج بأنه صحيح لبنان مقبل على مرحلة في غاية الصعوبة لناحية تنامي الضغوطات الإقليمية والخارجية وهذا أحد دوافع عن عقاد لقاء كليمونسو يلي بنحكي عنه بعد توقف الاستراحة ولكن هون كان في موقف رئيس الجمهورية عماد مشالعون خصوصا أنه وزير الدفاع الإسرائيلي ضم الجيش اللبناني إلى حزب الله ولبنان كله تحت التهديد وحكي عن دور الجيش وقال لبنان قد يقدم شكوى في هذا الكلام بهذا التهديد الإسرائيلي للبنان يلي تصاعد يعني جديد ومهم جدا أن يكون هناك خطاب رسمي أو يعني بنية أساسية لخطاب رسمي قائم على مقاربة تعكس الموقف الرسمي للدولة اللبنانية والمصلحة اللبنانية العليا بدل أن يكون هناك يعني تماهي تام بين خطاب رسمي وخطابات أخرى غير غير رسمية هذا يعني الخيط الرفيع الذي كان دائما يميز الخطاب الرسمي اللبناني ساهم بمحطات معينة بالحد بشكل أو بآخر من غلواء التصعيد الإسرائيلي بس برجع بقول طبعا إسرائيل لما يكون عنده نية لقصف لبنان وللاعتداء عليه قد تبحث عن أي زريعة ممكن في هذا المجال رح نتابع معك أستاذ رامل ريس لقائك لومونسو وما كتب عنه وأيضا لديك مواقف في هذا الإطار لموضوع الاقتصادي تشكيل المجلس الاقتصادي اجتماعي الضرائب شؤون الناس بعد التوقف لهذا الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا نترى معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع مفوض الإعلام في الحزب التقدم الاشتراكي لأستاذ رامل ريس موضوع كليمونسو أستاذ رامي مبارح أستاذ خليل خوري بالشرق أنه هذا اللقاء الثلاثي سيبقى مدار منتديات وتحليلات لحتى يحصل لقاء تاني يأخذ هذا الضوء منه شكلا ومضمونا كان اللقاء لا يفت استاذر طبعا اللقاء مهم جدا بالشكل وبالمضمون أولا لأنه بيضم يعني شخصيات إلى إلى وزنة وإلى دورة في السياسة اللبنانية رئيس مرسل نواب الرئيس بري يعني كمان يعني أصر أن يقوم بهذه اللفتة المعنوية والرمزية من وجهه له تحية طبعا تأكيدا منه على أهمية هذا اللقاء والرئيس الحريري يلي كمان من وجهه له تحية وأعيد ترتيب العلاقات السياسية بيننا وبينهم هلأ إذا بدك نحكي منرجع عن العلاقة الثنائية بيننا وبين ديال المستقبل وبالتالي طبعا هذا اللقاء يأتي في لحظة كنا قبل شوية عم نحكي عن تنامي التهديدات وتنامي التحديات الإقليمية هو في إطار تحسين استاذ رامي والهدف الأساسي منه بحث عن آليات تحسين الاستقرار الداخلي اللبناني بمعزل عن كل ما قد يعني يكتنف السحة السياسية الداخلية من مناكفات من تباين بوجهة النظر من تجاذبات مشروعة بإطار الحياة السياسية ولكن فيما يتعلق بتحسين الاستقرار الداخلي إزاء التحديات المتزايدة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا هذا هو العنوان الأساسي لهذا اللقاء وأتصور أنه التقاء ثلاث أقطاب بحجم الرئيسين برري والحريري ونائب وليد جنبلات حول هذا الهدف يفترض أن يشكل صمام أمان بمكان معين يفترض أن يشكل أيضا رسالة إيجابية لكل الأطراف السياسية الأخرى أن هناك أطراف تعمل في اتجاه تحصين الاستقرار ومطلوب من الأطراف الأخرى أيضا تلقف هذه المبادرة قبل أن نفوت بالعنوان الثانية هو يوصف لقاء ثلاث الأبعاد وأكثر من الموضوع من الموضوع الذي ذكرت في الموضوع الانتخابات وموضوع التحالفات وغيره لكن الرئيس برري قال لما لدى وصوله بالدردش أنه وليد بيك صديق والرئيس الحريري قال نحن متصالحين ذكرت حضرتك عبر جريدة الأنباء الإلكترونية أنه استمرار هذه العلاقة بين بوليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري ودعني كان في استعادة نوعا ما أيضا إلى صورة يلي بعدها بذاكرت كل اللبنانيين يوم موقف الرئيس الحريري بالمختارة إلى جانب بوليد بيك لما ألبس الكوفية لنجله تيمور في استعادة لهالمشهد كمان الحقيقة هذا يعني يوضينا على الموضوع مهم اللي هو موضوع العلاقة الثنائية بين الحزب التقدم الاشتراكي وطير المستقبل هذه العلاقة عمدت بالدم المشترك إذا صح التعبير بالنضال المشترك بكثير من المحطات بدأت مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان فيه تحالف كبير جدا بين الرئيس الحريري الشهيد وبين النائب وليد جنبلاط وشراكة سياسية بكثير من القضايا صحيح كان يحصل تباين بوجهة النظر ببعض الملفات الاقتصادية أنا ذاك طبعا الرئيس الحريري لما استلم رئيس الحكومة سنة 92 كان في نقاش اقتصادي كبير بالبلد حول الرؤية التي يحملها وحول المشاريع التي يريد تنفيذها وحصل ربما تباين بوجهة النظر ولكن هذا لم يلغي يوما الود المشترك والنضال المشترك وطبعا بعد استشهد الرئيس الحريري أخذ بعد آخر هذه العلاقة الثنائية مع الرئيس سعد الحريري وشراكي أيضا عبرت عن نفسها بمخطات انتخابية وبمخطات سياسية عديدة في الحكومات المشتركة طبعا التطابق الكامل في وجهة النظر بين أي حزبين سياسيين مسألة مستحيلة تأتي دائما على التوابط طبعا وإلا يصبح أحد الأحزاب ملحق بالتاني وهذا منه مطلوب بالعكس التنوع مطلوب التباين بالأراء أيضا في بعض الأحيان يساهم في تصويب الأداء السياسي ببعض المنعطفات ولكن في ثوابت مشتركة طبعا زيارة النائب والجنبلات إلى بات الوسط من فترة وقت حكينا عن دوزنة تويتر طاوت طاوت جزء من الخلافات ومشاركة طبعا الرئيس الحريري وزيارته إلى كلومونسو بتصور وضعت جانبا هذه الخلافات بصورة بصورة نهائية بالاستعادة النائب جملات على تويتر بعد اللقاء هو جمعة وفاق وحوار واتفاق على ميت الاستقرار وتحصين لبنان هو فوق كل الاعتبار صحيح هذا يعني اللي كنا عم نقوله أنه مهما حصل من تباين بوجهة النظر من تجذوبات من مقاربات مختلفة في الرؤى السياسية لهذا الملف أو ذاك لإدارة هذا القطاع أو ذاك ولكن في نهاية المطاف تبقى العنوين الاستراتيجية هي ثابتة هي الأساس لماذا بعض الأسوات طلعت مسيحية تحديدا وكأنه هو اللقاء موجه بطريقة ما سيار وطني حر رئيس الجمهورية قيل هذا الكلام حضرتك كان فيئلك موقف أنه لا ينطلق هذا اللقاء من أي اعتبارات طائفية وهلا عم تأكد على هذا الكلام طبعا لكن لما بيجتمعوا ثلاث أقطاب بهذا الحجم لابد ما يكون فيه نأزة أنا بخده من غير زاوية السلام طبعا يعني حق مشروع لأي طرف سياسي أو لأي إعلامي أنه يسأل لماذا لم يكن لأن سألوني أحد الإزاعات أنه ليش ما كان فيه مكون مسيحي مشارك بهذا اللقاء لأنه بالأساس اللقاء لم ينطلق من قاعدة طائفية لحتى نجي نعمل توزيع مجلس الحوار يعني صحيح هو لقاء سياسي يحصل مثل ما بيحصل أي لقاء بين طرفين أو ثلاث أطراف سياسي إضافة إلى ذلك أنا عطيت مثال أنه لما أطراف سياسي أخرى اجتمعت وطويت صفحات خلافات فيما بينها ووقعت وثيقة وثيقة معراب على سبيل المثال كانت وثيقة مسيحية مسيحية نائب وليجنبلات كان من أول أطراف سياسية التي رحبت بهذا الموقف على اعتبار أنه هذا النهج التصالحي يصب في مصلحة تحسين الاستقرار الداخلي السلم الأهلي يصب في مصلحة المصالحة التي عقدناها مع البطاريار كيسفاير كمان من وجهه التحية وطوينا صفحة الحرب الأليمة وبالتالي أنا ذاك ما حدا طلع سأل أنه ليش اللقاءات معراب لم يكن فيها أطراف غير مسيحية بالعكس اتخذ الموضوع بالمنحة الإيجابية واعتبرنا أنه بيصب بمصلحة الاستقرار الداخلي وهذا اللقاء كذلك الأمر هو ليس جبهة سياسية موجهة ضد أطراف مسيحية وليس يعني لقاء يستهدف استبعاد شريحة من اللبنانيين على الإطلاق هو لقاء يستهدف تحسين الاستقرار على المستوى الداخلي يناقش حتى كما نكون عن متخبة بخير أسبوعنا يناقش في محطات معينة كيفية تحسين الأداء السياسي بالبلد الذي يصب في مصلحة الاستقرار ويؤدي إلى الابتعاد بشكل قبل الانتخابات يؤدي بشكل أو بآخر إلى أبعاد الخطاب السياسي اللبناني عن اللوث الطائفي التي غرق فيها مؤخرا بشكل غير غير مقبول وبالتالي هذا أحد الأبعاد المهمة التي تبحث فيها لقاء كليموسو طبعا وضوع الانتخابات والتحالفات الانتخابية نحن بتصور مع تيال المستقبل المسألة ثابتة للذهاب في اتجاه قوة المرادة تيار وطني حر في العلاقة موجودة 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 مع كل القوى السياسية موجودة مع كل الأطراف هلأ منحكي فيهم بس حتى يعني لنأكد أنه موضوع التحالف مع تيار المستقبل انتخابيا أصبح محسوما مبارح كمان مساء كان فيه لقاء جماعة الشيخ أحمد الحريري مع المرشح الدكتور بلال عبدالله وأمير السر العام زافر ناصر ومسؤول الإقليم في المستقبل الدكتور كوجوك وأيضا للنقاش في هذا في تعزيز الخط التصالحي والتحالف في فيئة الانتخابات بالموضوع العلاقة مع الأطراف السياسية الأخرى طبعا العلاقة مع القوة اللبنانية متقدمة جدا وهناك رؤى ومقاربات مشتركة وعمل مشترك في هذا المجال نحن بالأساس رغم إدراكنا أنه صيغة اللوائح الاقتلافية التي كنا نسعى دائما إلى تشكيلها حتى بالمحطات اللي كان عندنا فيها أرجحية انتخابية وشعبية كنا عندنا الحرص الكافي وهي مش من باب التربيح الجميل من باب قراءة المعطيات أنه نشرك الأطراف السياسية بفعل قانون الانتخاب الجديد على القاعدة النسبية مش الأكثرية ربما هذه الصيغة لم تعد صالحة كما كانت من قبل يعني تعمل اللي حقتلافية فيها كل الأطراف والقوى السياسية بس أنه لابد بنهاية المطاف إلى نسج تحالفات معينة مع قوى سياسية أساسية بالجبل وبغير الجبل اللي منلتقي معها على عنوين أساسية بالتحديد موضوع المصالحات العيش المشترك تعزيز التعددية والتنوع قرأت مقالبي جريدة العنباء الإلكترونية أنه يمكن ما بعرفك تقليز مبالغ فيه هذا الكلام أنه جنبلاط هو رأس حربة الحلول وكتلة الاشتراك حصان يحتاج الجميع للفوز بأي سباق وهون كان يقال سابقا نائب جنبلاط باديت القبال هاي هو الواقع هجعنا لهيد لألك شغلي نحن حتى سابقا لما كانت كتلة اللقاء الديمقراطي يعني تؤدي دور ما استطلح على تسميته بايد القبان أنا ذاك الظروف السياسية هي التي أدت إلى وجود الكتلة في هذا الموقع مش أنه نحن سعينا لهذا الموقع الظروف أدت إلى ذلك وفي تلك الحقبة أنا بحب أذكر لعب النائب وليد جنبلاط دور محوري جدا في موضوع وتحسين الاستقرار وحماية الاستقرار الداخل ما بدي أرجع أذكر موضوع المحكمة الدولية كل المفاصل يعني التسمية المتهمين وكان البلد على شفير الانفجار في تلك الحقبة ولكن هذا الدور الذي لعبه النائب وليد جنبلاط ساهم في حماية الاستقرار الاستقرار بالبلد وبمعزل عن مضمون المقال لأنه بالآخر مشكلة مش بالضرورة مشكلة الأراء هي أنبأ منشرفها طبعا أراء متنوعة بس أنه هذا الرأي يعكس في مكان معين أنه هذه الكتلة مهما كان في محاولات من قبل أطراف سياسية لمحاصرتها بشكل أبو آخر أو تحجيمها هذه الكتلة لها امتداتها الشعبية والسياسية بايد تقبين أو غير بايد تقبين مش هون الموضوع الموضوع لا أحد يستطيع تحجيم هذا الحزب وهذه الكتلة بشكل أو بآخر مش مسألة تحجيم يعني بعدين مش مسألة مقاعد لأنه أول من تحدث بأنه مش مهم مقعد بالزيد مقعد بالناقس هو النائب ولي جنبلات ولكن في نهاية المطاف هذا لا يلغي أنه لهذا الحزب دوره وموقعه ونضالاته وموجود في وجدان الناس وبالآخر سنديق الاقتراع التي تعكس هذا الموضوع قد يطول الكلام أيضا بعد ولكن لندخل إلى الموضوع الاقتصادي كما ذكرنا مجلس اقتصادي اجتماعي وتشكيل وبعد غياب طويل وعم نحكي هون عن دور لإحياء هذا المجلس بعد سيكون مرحلة تانية تعيين رئيس وعضاء المكتب إلى جانب ما جرى بموضوع الاقتصادي استاذ رامي سلسطة رواتب فرض درائب قيل عنها الكثير وحضرتك ودائما الحزب التقدم الاشتراكية تحدث عن فصل بالموضوع الاقتصادي والاجتماعي عن موضوع السياسي لأنه الناس بالآخر بس ما عم نوصل لمحل عم نطرحه بس مش عم نوصل لمحل لأنه الأطرف السياسي التانية للأسف مش معتبره أنه هاي دي فورميلا ممكن تركب بمحل معين رغم أنه هي بالآخر لو في إرادة سياسية ممكن تحقق كتير من كتير من الأمور بالعكس عم بيصير في إنغماس سياسي أكتر بالملفات الاقتصادية بطريقة إدارتها وما يحوم من علامات استفهام وشبهات حول تلزيمات في قطعات معينة وقطعات أخرى الاقتصاد الاجتماعي يسهم استزرامي في هذا الحوار في هذه التقديمات بالآخر حقيقة ما كتب لها المجلس فعلا أن يؤدي دور ممكن أنه نستخلص منه أو أن يقدم تجربة كافية لكي يبنى عليها كيف ممكن أن يكون دوره بالمستقبل المهم أن لا نكون أمام يعني هيئة حوار فولكلوري يعني ما يزعلوا مني يعني أعضاء المجلس طبعا تقدير يكون هذا دور الفاعل للمجلس تقدير لكلهم طبعا بس أنه يكون فعلا بس هو أساسا أساسا لمجلس دوره دوره استشاري يعني إذا استشير بيتحرك إذا ما استشير ما بيتحرك واقتراحات طبعا وبالتالي يعني بدك يكون فيه مقاربة سياسية إجمالية عند مختلف الأطراف أنه يكون فيه قناعة أن يؤدي هذا المجلس دوره منتمنى التوفيق للرئيس الجديد منواجه تحية أيضا للرئيس السابق ومنتمنى أنه ينجح هذا المجلس ما يكون هيئة حوار لا مش نقصنا هيئة حوار مجتمع موضوع الدرائب استاذ رابي رغم كل ما قيل بالتحليل أنه لأ تطال هذه الدرائب والرئيس الحريري قال أنه ليس موضوع شعبوي لأنه موضوع في مصلحة الدولة والمال والاستقرار والموضوع الموظفية والعمال ولكن الآن ما حصل قد حصل الآن ما حصل قد حصل ولكن هذا لا يلغي ضرورة أن نذهب في اتجاه معالجة مكامن الهدر والفساد في الدولة اللبنية التي ممكن من خلالها تحقيق الكثير من الوفر الذي ممكن أن يستخدم ليه صد العجز هلأ إذا السلسة تأمنت مويلة خلينا نرجع نفكر لأن فيه نمول الدين العام ما حد عم يحكي فيه فيه تنامي العجز للخزينة ما حد عم يحكي فيه فيه غياب للموازنة العامة من سنوات طويلة هلأ بلاشين حكا فيها خلينا نرجع نذكر أنه الموازنة العامة مفصل كتير مهم بالحياة السياسية والديمقراطية بكل الدول طبعا مهم جدا أن تعكس الموازنة ما تكون مجرد موازنة أرقام الضمان رؤية رؤية اقتصادية نحن منعرف أنه بالآخر قسم كبير من الموازنة لخدمة الدين العام وقسم الثاني للرواتب والأجور وقسم كتير بسيط للنفقات الاستثمارية نعم إبلادين بانتظار هذا الموضوع ولكن لابد أن يكون هناك تحرك معين على مستوى سياسي رفيع يعكس نفسه برؤية الموازنة أن يتم وضع سقف للعجز أن نذهب إتجاه خطوات تؤدي إلى خفة تدريجي في هذا العجز إلى خفة تدريجي في خدمة الدين هلأ نحن اللي مندفعه هو فوائد الدين أصل الدين ما عم نقرب عليها وفوائد الدين بالكاد عم نقدر ندفعها ففيه كرة نار ما حدا للأسف عم بيهتم فيها الموضوع الاقتصادي الاجتماعي كله سوا بده نقاش على أسس جديدة وقال فعلا الوضع الاقتصادي والمالي سيدة في اتجاه منحنية خطوة مبارح كان في التأكيد مجلس وزراء أنه هو اليوم المرحلة هي المرحلة إلى الاقتصاد نعم لأنه كمان مثل ما جاء اليوم بصاحبة اللواء لبنان يدخل اليوم حقبط النفط والغاز مبدئيا يعني أقفل أمس كما تقول اللواء الباب أمام الشركات العالمية الخمسين لمؤهل مسبقا الاشتراك في دورة ترخيص طبعا كان فيه تأخير ولكن مجددا دخلنا فعلا إلى هذا المرحلة عم بيقول وزير الطاقة قبل خمسة سنين ما تنتظروا شي لأنه بيكون فيه استثمار وتنفيب ولكن على الأقل نبدأ بتصور بينهاية المطاف الأهم أن يتم التأكيد على إجراءات الشفافية في هذا الموضوع هذا الملف على قدر من الحساسي فيه وجدان اللبنانيين جميعا الذين يعولون عليه في مكان ما أن يكون شكل من أشكال ما بدي أقول للإنقاذ شكل من أشكال الإجراءات التي تعيد هيكلة بنية المالية العامة في لبنان والاقتصاد اللبناني أن يذهب في اتجاه تكريس كل إجراءات الشفافية لأنه أي علامات استفهام تشوب هذا الملف ستؤدي إلى بكل القطاعات الكبيرة وبالتالي ليس هناك مصلحة على الإطلاق أن يعلق يعني لا سياسيا ولا شعبيا ولا انتخابيا حتى الأطراف القيمة على هذا الموضوع مصلحة أن يعلق في ذهن اللبنانيين أنه ثمت صفقات وسمسرات في هذا الموضوع والإجراءات التي تعزز الشفافية بفتكر واضحة إنشاء الشركة الوطنية السندوق السيادي إدارة المناقصات يعني اتخاذ الخطوات اللي هي منصوصة عننا بالأثور القانونية راح نتبقى معك استاذ رامي القسم الأخير من كلام بيروت نووي الإيراني الموقف الأمريكي الذي سيعلنه ترامب مبدئيا وأيضا موضوع المصالحة الفلسطينية ابقوا معنا مشاهدينا نتبقى معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الأستاذ رامي الرئيس أمجد رسمي بالشرق الأوسط رسم من دون تعليق رجل الاتفاق النووي الإيراني على أهبة الدخول إلى نفق مظلم بإشارة لما جاء بكل الصحف اليوم حول موضوع قرار الرئيس ترامب استراتيجية وموضوع النووي الإيراني في اتجاه لإلغاء أو تعديل أو الضغط على إيران يبدو على كل حال بمعزل عن الحقبة التي أدت إلى ولادة هذا الاتفاق الغربي الإيراني بشكل أو بآخر وامتعاد أطراف إقليمية معينة من هذا الاتفاق ولكن هذا الاتفاق أصبح بمرحلة معينة بمثابة أمر أمر واقع واعتبر من قبل كتير من الأطراف أنه ربما يساهم في تحصين الاستقرار العالمي طبعا في أطراف أخرى اعتبرت أنه أنه ممكن هذا الأمر يؤدي إلى مزيد من التمدد لأذرع إيران لأنه رياحها بمكان معين هذا تحليل يعني خليه عجنب لأنه إيران قالت إذا نسحبوا سوف نذهب طبعا بس مبارك تعمل فيه بمقال بالنيويورك تايمز بيحكي بذق عن هذا الموضوع وينتقد الرئيس ترامب خصوصا لناحية أنه هذا الأمر سيؤدي على مصدقية الولايات المتحدة ومدى التزامة بالإفاء بكلمتها وبالموثيق التي توقع والاتفاقات التي توقع إضافة إلى إنعكاس سلبي محتمل على العلاقات الأمريكية الأوروبية لأنه الانسحاب الأحادي الأمريكي من هذا الاتفاق بريطانيا يضع الدول الأوروبية أيضا في موقع اهتزاز كبير لأنه لن تستطيع أن تفك تحالفها مع الولايات المتحدة وغير مقتنعة من جدول الانسحاب من التحالف من التفاهم الذي حصل مع تهران وبالتالي أيضا قد نشهد لتدهور ما في العلاقات الأمريكية الأوروبية وبالتالي هو الموضوع محدود ما بتصور محدود لا بفتكر رح يترك تدعيات تدعيات سلبية على أكثر على أكثر من المستوى وسيؤثر بشكل أو بآخر على موازين القوى أيضا في هذه المنطقة موضوع الحرس التهول الإيراني كمنظم إرهابية وفي رابط أيضا كما جاء بالحياة جويس كرام اليوم العقوبات على حزب الله وتشديد هذه العقوبات وموضوع التهديد الإسرائيلي كان هناك رابط هذا اللي كنا عم نحكيه قبل شوية لما كنا عم نحكي أنه فيه يعني تصاعد خطير بمؤشرات التوتر الإقليمي على كتير المستويات سواء كان يعني مفعيل استفتاء كردستان الذي قعد خلط الأوراق شفنا أردوغان بطهران مثلا شفنا بحث مجددا بتفاهمات إقليمية كانت تعقدت بفعل الأزم السورية بمرحلة السابقة كأنه فيه صفحات تطوى في هذا المجال لمواجهة ما يأتي الموضوع العراقي كذلك الأمر موضوع يعني الإيراني والأمريكي موضوع المتصاعد على كل المستويات الحاصلة بالمنطقة بتصور في مخاطر كبرى صحيح الموضوع يأخذ أهمية أكبر وحتى موضوع المصالحة الفلسطينية كما جاء اليوم بصحيفة الشرق الأوسط طي هذه الصفحة ومن الانقسام الفلسطيني وحكومة الوفاق الوطني وأدرك لديك الكثير لتقوله في هذا يعني نحن كنا دائما نؤكد على أهمية تحقيق المصالح الوطني الفلسطيني الفلسطيني لأنه هي المدخل الأسلم للبحث المشترك بين الأطراف الفلسطيني في كافية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونأمل طبعا أن ينجح هذا الاتفاق وأن يصمد وأن يحصن بشكل كبير وأن تعود لتتجه الاهتمام والجهود نحو كافية طبعا متوقع بس إسرائيل حتى اللي عملوا معها سلام من منظمة التحرير وحركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية يعني ما عم بتقدم لهم شيء للأسف وبالتالي ربما هناك حاجة لإعادة النظر بأسس وأولويات إدارة هذا الصراع شكرا جزيلا لك أستاذ رامي الرئيس مفوض العلام في الحزب التقدم شكرا لألك ولكم المشاهدين شكرا لألك فأنا لك مجددا اشتركوا في القناة